رفعت القيادة العامة لطيران الأمن من جاهزيتها وزادت من طلعتها الجوية في سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تزامنا مع تصعيد الحجاج لقضاء يوم التروية في مشعر ميناء ومن ثم تفوجهم لمشعر عرفات وترصد طائرات الأمن من خلال طلعتها المتواصلة الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام حتى استقرارهم في مشعر ميناء